السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة اومصارا ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي الصحة جيدة اليوم ان شاء الله راح تشوفوا في الفيديو نتع نهار اليوم بزاف حوايج قدرت لكم تلي تلي وكذلك صهرة خفيفة انا والزوج على اتعي والتيزانا نعناع و لويزا راح نهضرو تانيك شوية على بعض النصائح اللي يقدرو اهموك في النجاح يلا كنتي مهتمة باي شي في حياتك باي شي حابة تنشحي فيه مهلك الا ان كنت تبعي واحد الخطوات اللي مروا عليها بزاف الناس وهذه الخطوات اللي كنت اخذيها منها الاعتبار ستقيني راح تنشحي في اي حاجة سواء في المجال تعد دراسة سواء في مجال العمل ولا في مشروع ولا في اي حاجة راكي حابة تنشحي فيها بقاووا معايا متتبعية في الى اخر الفيديو راح تشوفوا بزاف بزاف النصائح والاسرار اللي يهموكم بزاف في النجاح فورجي ممتعه للجامع ويلا نبدأ اول حاجة قبل ما تبداي اي حاجة لازم تتوكلي على الله لازم يكون عندك ديجا كل حاجة في راسك جوسيبا حاجة دراسة طاقزانت راح نكمل قرايتي راح ندير الليسانس تاعي راح نكمل الدكتورات تاعي لازم تعرفي وش راكي حتنوي في راسك اول حاجة هي التوكل على الله التوكل على الله اول حاجة حتقومي بها ثاني حاجة تتوكلي على نفسك ثاني حاجة التخطيط للنجاح تعرفي وش هي الحاجة الراكيبية تنشحي فيها باركزامل الدراسة راح ننجح باركزامل ندير دكتورة او ندير ماجستير او لازم ندير جس لاليسانس سوفيزانت حاجة تخطي لها ثالث حاجة هي عدم الاستسلام يعني لازم تدير بيوت هراسك او هدف هراسك لا تستسلمي او تفشلي ثاني حاجة رسم الهدف حتى النهاية ترسميه ترسميه بيدك وديريه بين عينك يعني ديري الهدف تاعك بين عينك هذا الهدف لازم نوصل له حاجة واحدة اخرى ثاني الاستمرارية وعدم الفاشل لازم تستمري بس كي تحبسي ولتوقفي هنا كل شيء يتوقف ولكن هنا نقول لك ما تتوقفيش لازم تستمري في الهدف تاعك ايجعلي نقطة الفاشل هي نقطة بداية الناجح باركزامل اذا رصبتي في كيش سانه خسرتي عام بانثلا خسرتي في الباك خسرتي هنا ما تخليش هذيك النقطة تفشلك او الخسارة هذيك تفشلك يجعل هذه النقطة تفشلك هي نقطة بداية النجاح هي تتضيف في الباكز التي تحاول تتضيف فيهم حاول تتضيف فيهم وقرأي حواجة مقراتيهم حواجة الفاتوك حواجة حواجة ترصبتي فيهم حاول تزير روحك فيهم وحاول تكون هي نقطة بداية النجاحك سر واحد اخر مهم هو لا ترى شمورك يعني لا تخزر شمورك شوفي قدامك نقطة مهمة بزاف هي يعني كيت عولي عولي حاجة واحدة اخرى اجعل تفكيرك يكون ايجابي ما تخليش تفكيرت تبعك سلبية او الناس اللي تفكر بسلبية تأثر عليك مثلا انت انت يا ما تقرأيش انت يا ماشي انت انسان تعقراها القرايا كانت زمان او الناس اللي قراقرا بكري نعرفوا هاد الامثال هاد الهداير السلبية يأثروا سلبا على الانسان او انت تخلي التفكيرت ايجابي ما تخليش الناس سلبية تأثر على التفكيرت تاعك لازم تكوني ملتزمة مش معينتها ملتزمة يعني تكوني سيريوز ما تكونيش تتمسخري يعني بس كلية تمسخة مستحيل يوصل الهدف تاعه لازم تكوني سيريوز ملتزمة في الهدف تاعك باش توصل ليلو وحاجة واحدة اخرى تكوني محترمة للوقت يعني الكون الوقت عندك من ذهب يعني كما نقولو لازم تستغلي كل وقتك في حاجة اللي ركي حابة تنشحي فيها حاجة واحدة اخرى تانيك تستغلي كل فرصة جاتك في يدك يعني ما تضيعيش الفرص حاجة واحدة اخرى تانيك الثقة والايمان بالناجح لازم اول حاجة تكوني ثيقة في نفسك عندك ثيقة في نفسك باللي تنشحي يعني كندي الفرصة النجاح راح ننجح والايمان بانسور مواجهة كل شي ضد نجاحك يعني يقع الناس اللي يواجهوا او عفوا اللي يحبوا يدمروا لك النجاح تاعك لازم تواجههم تبغي زي كل حاجة بغا تدمر لك النجاح تاعك وما تسمعيش لهادرة الناس وحاجة واحدة اخرى اهمن كل هاد الشي هو توكي على الله والدعاء لك يحب تنشحي في حياتك لازم تكون العلاقة تاعك مليحة مع ربي سبحانه لانه هو مدبر النجاح لانه بتدبر ربي سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ننشحه بفضل الله سبحانه وتعالى تقدري ما تنشحيش يعني التوكل على الله والوصيلة تاعك مع ربي خليها بيانكم يلفوه خلي العلاقة تاعك مع ربي سبحانه مليحة وهذه هي ودعاء كثري من الدعاء ان شاء الله ربي ينجحنا وينجحكم هذه النقاط اللي اعطيتهم لكم هذه الاسرار اللي اعطيتهم لكم انا واحدة من الناس فت فيهم والحمد لله يعني نجح في بزاف مجالات في حياتي فوالا اخوتتي هدي هي ثلاث ليتع نهار اليوم عشايا وبينصور كي كم من العشا درت قاتي والاتيزانة نتاع نعناع وشوية تاع الويزا فقط تتاديئة الاعصاب الواحد كي يكون تتلع جواني التعاهي يخدم ومشارجي ويعيا وقع في الليل اللي يحبي هدا اعصاب تعاهي ريح شوية حبيبة غاتو وهدي هي اتاي المهم ثقت هكدا باش نتفرجوا تليفزيون ونريحوا الاعصاب بتاعنا شوية هدي هي ان شاء الله تعجبكم الفيديو نهار اليوم ان شاء الله النسائح لكم تدوهم بعين الاعتبار وصلنا على الفانت على فيديو ان شاء الله نتمنى تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس هكدا باش يصلكم كل جديد نخليكم في امان الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة